انطلق موسم جاني المانجو في عدة محافظات وعلى رأسها محافظة أسوان خاصة للأصناف سريعة النطق والتي تسبق فيها محافظة الإسماعيلية والتي تعد أكبر وأشهر محافظة لإنتاج المانجو وتعد قرية فارس في محافظة أسوان هي القرية الأولى التي تقوم بالحصاد هذا الوقت من العام ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل كعادتها في كل عام بدأت قرية فارس في محافظة أسوان موسم حصاد المانجو تعتبر القرية هي الأولى التي تقوم بالحصاد في هذا الوقت من العام والذي يستمر حتى أغسطس يحرس العديد من التجار في المحافظات خاصة القاهرة والأسكندرية والإسماعيلية على شراء المانجو وتنتظر سيارات النقل بجوار مرسى قرية فارس لتحميل المانجو من المزارع التي تشتهر بها القرية عندنا أصناف المانجو الزبدة والتيمور والأويس والهند البنشاوي والسكري وفيه نوع جديد اسمه تومي وفيه كنت وكيتي وفيه نعومي دي أنواع المانجو الموجودة في فارس والجمع المانجو بيبدأ دلوقتي وآخر نوع بيجمع عندنا هنا اللي هو الأويس وفيها الكيتي والكين ده في شهر 11 محصول يعني بياجي في فصل الخريق تمتاز المانجو في قرية فارس بكبر حجمها وجمال موذاقها وبينها السكري والعويس والزبدة والفص والدبشة والطيمور وخد الجميل والسنارة كان اختيار فارس من أفضل القرى الخضراء والقرية التي تعتبر صديقة للبيئة سببا لتصدير جزء كبير من المانجو والتي تحصده إلى خارج مصر معروف أن قرية فارس مشهورة بالزراعة المانجو فكل سنة احنا بنحاول نيجي كده هنا إن شاء الله نعمل نشتري كمية من المانجو بنحاول نوزع على أصحابنا على حبائبنا تشارك قرية فارس في كل عام في مهرجان المانجو بمدينة أسوان من ضمن حوالي ألف مستثمر ومزارع وتاجر وتنتشر أشجار المانجو بالمحافظة على مساحة 130 ألف فدان بإنتاجية تصل إلى 140 ألف طن يعد هذا المهرجان فرصة كبيرة للقيام بعمليات الترويج والتسويق والتحفيز والمشاركة للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للتعريف بهذا السوق المصري الذي يغزو العديد من الدول العربية والأوروبية